دلوقتي هنروح لهالة عشان نتعرف منها على آخر أخبار المرور والزحمة في الشوارع عامل أي دلوقتي وكمان نتعرف منها على أخبار التقس في القاهرة والمحافظات يا هالة صباح الخير صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا منا وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا هنبدأ طبعا بجولتنا المرورية وبعد كده جولة سريعة في أحوال التقس نبدأ مع حضراتكم جولة سريعة مرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي طبعا هنبدأ من محافظة القاهرة وتحديدا من ميدان عبدالمنع مرياض اللي بيشهد وجود كسافات نسبية في شوارع متفرقة وشوارع تانية هنلاقي فيه سيولة مرورية وعلى طريق الكورنيش هنلاقي كسافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكسافات المرورية طيب لو رحنا كبرى 6 اكتوبر هنلاقي ان فيه كسافات مرورية مستمرة لحد العباسية هنفضل ماشيين لحد غمرة وفي اتجاه العباسية هنلاقي ان فيه سيولة مرورية فيه كسافات اخرى في الاتجاه العكسي التاني لكبرى اكتوبر نفس الكلام للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة ظهرت بعض الكسافات المتحركة بشارع عباسة العقاد والطيران وصولا للدائرين نروح لمحافظة الجيزة تحديدا من شارع ترسل اللي بيشهد بعض الكسافات المرورية نتيجة غلق الشارع الهرم في الاتجاهين وكمان بتظهر بعض الكسافات المتحركة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابا اما محور صفت اللبن ففيه كسافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة لو روحنا بقى شارع فيصل فهنلاقي هناك كسافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوتية والحد الطلبية بيشهد الطريق الدائري كسافات متحركة بنزلة شارع البحر الاعظم وصولا لمنطقة الدقي لغاية ميدان الجلاء كمان في بعض الكسافات اعلى دائري المريوتية المتجه من الصحراوي لغاية مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي لغاية حديق الاهرام وصولا لمدان الرمية هنروح بقى دلوقتي لمحافظة الاليوبية لو انت جاي من محافظات الدلتة زي المنوفية وماشي على الطريق الاقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرة بنها الحر علشان ما فيهوش اي كسافات ومنه لطريق الدائري ومحور الفريق العصار بالنسبة لللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكسافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن اصبحت اقل من المعتد بيشهد الاتجاه التاني كسافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعا لسحب اي كسافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور اي زحام مروري للمركبات كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي امام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لمدان المؤسسة ومنطقة المظلات هنكمل جولتنا المرورية وهنروح محافظة بورسايد هنلاقي هناك في سيولة مرورية في اغلب الشوارع معدى بعض الكسافات المعتادة في ساعات الزروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كسافات نسبية وليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كسافات مرورية مكملة لحد اخر الشارع كده خلصت جولتنا المرورية ونستعرض دلوقتي مع حضراتكم جولة سريعة عن احوال الطقس النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال السعيد فيه كمان شمورة مائية الصبح هتكون كسيفة احيانا تصل الى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق فيه وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والاكربة على بعض المناطق في النهاردة كمان فرص امطار خفيفة ورعدية احيانا على القاهرة الكبرى وامطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية احيانا على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30 اعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36 وقل درجة حرارة في كاترين وهي 25 درجة وطبعا هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بس بعد شوية ودلوقتي هنرجع مرة تانية رشاز اليومين ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر شكرا اللي جاهلا